وصار خلاف بينهم عبد الرحمن بن سعيد رئيس نادي الهلال او منشئ نادي الهلال انشاء نادي اسمه النادي الولمبي وبقى عدة سنوات اسمه النادي الولمبي وفا أخيرا على حياة جلالة المغفور لها الملك سعود رحمه الله لعب الهلال مباراة وكان حاضرها جلالة الملك سعود وقال ان اسم الولمبي اسم غير عربي يجب تغيره الى اسم عربي واختاروله اسم نادي الهلال ومنذ ذلك الحين وهو لا يزال نادي الهلال رمي التماس وتلعب اما نادي القادسية زي ما قلنا لكم هو مؤلف من عدة اندية اللي هي الاتحاد والاهلي والوحدة والشعلة انضموا مع بعض وسموا بنادي القادسية استلعب الكرة فهودي معاه الكرة يلعب كرة طويلة قدام ناحد سلطان لكن يجري